شاركت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ستة كيانات الحزبية في انطلاق أكبر ملتقى سياسي بعنوان حصاد عام مدى رؤية عام مقبل وذلك لعرض مجهودات تلك الكيانات خلال العام المنقدي والتناقش والتباحث حول الرؤية المستقبلية لها خلال الفترة المقبلة واستعرضت الجلسة جهود تنسقية بما يخدم الجهود المجتمعية على مدار الفترة الماضية والتي تضمنت أنشطة وفعاليات وبروتوكولات مع ممثل الحكومة وأضحت الجلسة أنه بتذاون مع جهود لجنة العفو الرئاسي أطلقت التنسقية مبادرتها لدمج وتأهيل المفرج عنهم من خلال محاور عملها ثلاث الصحي والنفسي والاجتماعي حيث استفاد منها حوالي خمسين حالة حتى الآن ما بين خدمة طبية أو دعم أسري أو فرصة عمل